اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عبادة من نادر قبطة ونكرس الله سبحانه وتعالى نسى وجه فترنات جهرين لنا الله يتكدسو يتكبرو كزيات عند ستنو يتكدسو يتكبرو يولو بوتا وجنم ستن الله سبحانه وتعالى كتكبرو كزيات يا رمضان ور يا حج وقت يتكبرو أرادت وراد يا جمعة نس يتكبرو يتكبرو كزياتنا كزيات مكاكل يتكبرو بوتا وجنم سنوست بواننين نتسوست بوتا وج بقران بحديث يتكتسو ناتشو عندو كعضايا اللبت يا الله سبحانه وتعالى بيت المسجد الحرام والتنو يا نبيه عليه الصلاة والسلام مسجد مدينة يالله بزوط شاتشن النزين بحج بعمرام بتلايي ملكو سلم من يمكو بنيت الدلو سرانن اننا كاتشو اللهم بزوط شاتشنن سوستن نعون اننا كون وهم زنكتن وعلا بفلسطين مدرلا يالله اقصى مسجد الله لأمه وكسب تاجه يتكبرو يتكدسو بوتا وجوست عندونا لأقصى كبر تالا كنت بزورة الاسرام جممر على يتدكسو الله يقول لأثبت باكيونا قم بزوبوتا وجلية تتكسو البتلايي ملكو سبحان الذي أصره بعده ليلا يتكدسيونا الله سبحانه وتعالى لأسوكم ما يقبونا قروش باولوية الراعم لك باريهون محمد بلاليت بعد كسبت باكالو كمكان ستوت اقصى وسلو قيتاترات قباو نبيه عليه الصلاة والسلام بتن يبت جبريل مدوكاس كسوه الجوف كأياكف بالج كبنكلوه عناس بالج براقب من التبال انسساله عند كمته سوال رقب با ايوان مدتايبوتان باندر مجاملت لرسببت فانتاني هونج بزاعت شعند لليت بعد كسبت بزاعت شعند درسوال الرقبات الله قد يچن نمبر كزاوكا مكة قد تتاولي سماعي ياوطاتشو يچن نمبر يززين بوتاعتها اللاكنت رقبطو اندعوت لكتكتاوت جاعت شعند اندعسا يوفلقون الله أنني على الرقب رسول عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام مسجد الأقصى مالتي يا نبيات وچم السباسبية أن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة يتصدى ربات مجر بوتا نبي الله داود سليمان ينو ربات مجر زكريا يحيا يرقطات مجر موسى عيسى عليه الصلاة ينو ربات تكب ربات مجر نجج مجر يا نبيات وچ مجر لزيلا رسول عليه الصلاة والسلام طوبة للشام وصوص تكزي جمدر من النام ربات اللالو سليم نسنو اندعوت بلو صابو اشتايق واجو ملايكا وكو كنفوان الهوالي زرق تنكبا اكبا والنجال بمدر لاي بول الدنيا درجائي تسرى مسجد بنوره مسجدنا ابو ذر رسولنا عليه الصلاة والسلام طيق واجو مدر لاي مجمع رأي تكنباو مسجدية ونسلو اجو كعبانوال رسول عليه الصلاة والسلام ولد دنيا وسيأتون بلو ستايق اجو مسجد الأقصان واجو بولد توم عالمين اكي لغزي اللي ينة اللي بلو ستايق اجو اربعامة بچانوالوت رسول عليه الصلاة والسلام ايه مسجد يماننم سايقون يفلسطينو اجوز بچا سايقون يمسلمو امه هرد نبرت ايه بوتها لانو رسول عليه الصلاة والسلام نبي الله عيسى بزا كزاة جبوتانو دي سمايه الرقم قناسي مطام ازاة جبوتانو الموردو ايه مسجد رسول عليه الصلاة والسلام يرقدو ايه مسجد ايه مسجد ايه مسجد يماننم تلالاق رسول عليه الصلاة والسلام صحابو كزابو تاعمرا يدر قنبرو انه مدل الله بن عمر انه نساعد النبي وقاص انه شداد النووس ليلوا تصحابو تتراجعوا بطعن بركاتت وصحابو يستعرضون الزابوتان وزييرون تلالاق علمو تابعو الزابوتان نور انه مالك بن دينا انه ابراه بن مملاد تلاللاق يبالو يعمل او كتبال علمو تبال زاره مدر زاري مسجد يا يودوك مجاوشاون يا يودوك من المسلطان حكم الله جوم كزيبوتان عنده يا مسجد يتلى يا يوري وعيوك بنورو نبي الله سليمان اندى سروبة عند حديث لا يتزقبو سرطوس يا بكم سوست لغرين الله اللهم منو اي ينن بوتا كانت اصدادر غارب بيغتمن سو الله اندى وفكو لراسات جورك بولا نيس انتون سلطان اينت لن يلعن دات سدر لن يتزقبو اندى وفكو ايه اندى مسجد سلطان بيجاة سبو متهم بيساكدن سو كونجلون سوهدرق لكك ناتو ما زن ده تهيسان لسوه اندهو اندهو لن تزقبو بلو الله اللهم منو رسول عليه السلام ونتونم الله كون لتاري مجمع روح سوستن ياونم الله اللهم يالرقل امن يالو رسول عليه السلام لزيزبان وبدالله اجازتنستو ازاد رسمتو صلاة ازاد سقدو وهم كان ازادو تايتنطب صلاة نايتو امن تايملون يا سليمان عليه السلام دعان بمياز ايوه الاخوة يتبركين بجلن الله ببركاته قرآن ايوه اجه السؤال انيا مسلموچ زاري قوازات جننتقلل عبادان اييتن يمن قبن متاسوس تموتابتشان مكة مدينة على اقصان زاري على اقصان قل مالنمي قبن يقول الله انقوان اقصان لك قبن زاري قل یونائتن ستیتس اوف امریکا بتاري قوا یالائی جو جن یون مرین عرب مستنیام انگست مرتا علم بمولوزاری تاقوام ویاللو سو قدس یہ اسرائی واننا کتمان لطول فرمو ازدکا علم لا یاللو حگر آجن چمرو برکاتا یالامات مرون یا تکوون امتران امتران تاریکن ما یا امتران حگرون یاوار ردان دون یراس اجسو اجسو زاري ایتن امتران یاللو یزدیس اوفرم منا یزدیس او مغلت حقیقا لکیر ایچل حقیقا حقیقا هلیم مالتنا لزین رسول علیه السلام لا تزال طائفة ظاهرین على الحق لا يضرهم من خزلهم ولا من خالف امرهم حتى يأتي امروه وهم على ذلك قولوا این هم یا رسول اللہ قول ببیت المغدس واقنافها یونیتی جفران نیتشانو رسول علیه السلاة و السلام بحقیل یایسانتا یمیتی تاقل یمیع وارداتم بچاوان امیتواتم اکال منور ايو داتم ازاو لا يسن تاقل ی habits یا لطم لو ستا یق 03 بیت المقدس نا به بیت المقدس اور لطم زاری الطان پس یا ترقم یا سلطان سگا یا الله مرکات یا مسلم مرور یا قدس 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 لعل نیزان لطو طو طو لاغن اللہ بیت ، حت einges nou arbeit میا صراح الدین الايوبي دين الارب صراحة دين الايوبي رومانو قدس انت قداتو لرجم قزي لما توامد اكل كغزو وعلا كقرد تنستو متونو على اقصان نساة والتاو كيت الله اندي امني وطاعت تاووكم دينونا اللهم مطبق انيا مسلمو اجي قل قدائيو يا فلسطينو اج قدائي اذا كبابي اللو سوى قداء دركن كاسبن يدينا چن قدل ونت مجلجا ملكتنا يمكا قدائي يسعيديو چه قدائي تانون دي يمديناء قدائي عربوش يسعيديو چه قدائي نون دي يومو يوماء قدائي نهي قدائي قبلات جنن رسول عليه الصلاة والسلام ودمستدالاقص ودمديناء كمهدا جبه في طريزازورو نبري سبب نبري ودمديناء كهدوب على الاسراء سدستو عملا اسراء سببت ورائي ونزازورو نبري سبب نبري سبب نبري رسول عليه الصلاة والسلام ونزاز قبلاء نبري بوتا كزاو المعراج والتوت بوتا لاغو بنيتك مفكة نوسوس بوتا وجستان لغنبوتا زاريك انسروت يتقفر لفرس درسوان زاريك تماعي توان بانتقالي لليلا ليهودي يتصددش ريالكو هي ظلمنا عقلي ما يكبلو يعلمك فوتا نمدو ما يكبلو بعلمك فزندم تكبع انترى اللو قدائنا القدس هي عسنة فلسطين فلسطين واناكا تمانش قدس نجيه ماننم للتورات يا أمو افعدالي واناكا تمانس سلافو سلافو من اسكمالتنا برمي انسروي ينبّو حجه عدرقو يعني ننبو تقفو حجه قدنون اسكمالتنا برسلافو لازم سبالو كزاهدو بزوجو عمر بن خطاب يحرم ينبرو تمالتنا إذن أيها المسلمون هذه القضية قضية الحساسة الجكمة دام سنساتيف إنيا مسلموك يتناقني كزي إنيا مسلموك يتكفى فن يتليا ينكزي نبرتو الشاك يتكدسو بوتاو الشاك إياه تطعن نيال لنا لأننا فعلنا فلنساتئية 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 سلطح سلطح وطلح وطلح لا يتوقف نفسه لن تعرف من الزمان لأننا نفعل اتدخل أو لن!!!! الصالح إلى الل معصة وحسن إيقى دعون نفسها ترجمة نانسي قنقر 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 والبغي عظيم نانسي قنقر أما نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر أو ترجمة نانسي قنقر 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 باركها الله سبحانه وتعالى بتبريكاته يكفي في رفعه وقدر هذه الأمكنة المقدسة المباركة ما أنزل الله سبحانه وتعالى في صدر سورة الإسراء حيث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والله سبحانه وتعالى أسرم بمحمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة من جوار بيت العتيق إلى المسجد الأقصى التي بارك حولها لماذا سمي بالمسجد الأقصى لبعده من المسجد الحرام من الكعبة المشرفة وكذلك أيضاً كرم الله سبحانه وتعالى ورفع قدر هذا المكان وما حوله وقال باركنا حوله هناك بركة معنوية وبركة حسية أما البركة المعنوية حيث عاش فيها أنبياء الله سبحانه وتعالى فيه من لدن إبراهيم عليه السلام إلى عيسى بن مريم وعاش في هذه البقعة المباركة إبراهيم وآجر إليها وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا حوله حيث مهبط الوحي حيث فيه قبر الأنبياء قبر الصحابة وعلام الأمة ومصابح الدجا من العلماء حيث أنزل الله سبحانه وتعالى الوحي حيث وطيت أقدام الأنبياء والملائكة يقول ابن عباس رحمه رضي الله عنه وأرضاه ما من بقعة من تلك البقعة أو ليس هناك شبر إلا وقد وطيها نبي من الأنبياء أو ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى حيث فيه قبر الأنبياء قبر إبراهيم الخليل وداود وسليمان وموسى وعيسى بن مريم عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأما البركة الحسية حيث ونعم الله سبحانه وتعالى على هذه البقعة من الأزرع والثبار والأنهار نعم بارك الله سبحانه وتعالى هذه البقعة أيها المسلمون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسر أبيه من مكة إلى بيت المقدس لماذا؟ لرفعة ومكانة هذه البقعة المباركة حيث أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعرج به من مكة مباشرة إلى الملأ العنى لا يعجزه ذلك لكنه أراد أن يسير محمد صلى الله عليه وسلم هذه المسيرة الطويلة كما ذكر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم أسر أبيه ليلاً على براقٍ فوق الحمار وتحت البغنة حيث أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدامبة تأخذه من مكة إلى بيت المقدس بين طرفة عين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزلت من الدابة وربطها حيث يربط الأنبياء ذابهم وصلى فيه وأما الأنبياء كلهم هذا شرفٌ عظيم جمع له الله سبحانه وتعالى الأنبياء كلهم وأما هم في هذا المكان ثم عُرِجَ بِيه إلى الملك العالى إلى فوق سبع سماوات هذا المكان ليس ملكًا لأحد لقومٍ دون قوم هذا ملكٌ للمسلمين جميعًا لا ينبغي أن يفرّط فيه المسلمون ولا ينبغي أن يتركوه في أيدي اليهود الغاشمين العابثين الذين ليست لديهم أي صلةٍ بهذا المكان هل نعرف نحن أن أول بيتٍ وضع في الأرض هو بيت الله الحرام ثم ثاني بيتٍ وضع المسجد الأقصى هذا أبو ذرٍ رضي الله عنه وأرضاه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما أول بيتٍ وضع على وجه الأرض قال البيت الحرام ثم قال ثم ماذا؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ثم سأل أبو ذرٍ رضي الله عنه وأرضاه كم بينهما؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما أربعون سنة لا أكثر هذه البقعة الإسلامية منذ القدم كما في بعض الأحاديث والآثار وإن كان فيه خلافٌ في أول من بناها يقولون أن في حديث الذي رواه النماجة سليمان بن داود عليه السلام هو الذي بنى هذا البيت ثم لما انتهى من بناء بيت المقدس أو المسجد الأقصى دعا الله سبحانه وتعالى ثلاثة خصال وقال اللهم لا تجعل حكم هذه البنبة المباركة إلا حكماً يصادف حكمه وقال لا تجعل ملكاً لأحدٍ من بعده ملكاً مثل ما عطاه ثم قال في الثالثة اللهم لا لا تدع أحداً زار هذا البيت للصلاة فيه لا لغيره إلا أخرجته من ذنوبه كيوم ولدته أمه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذعطي اثنتين وأرجو أنعطي الثالثة استناداً إلى هذا الحديث أبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقوم من الحجاز ويأتي الأقصى ويصلي فيه ولا يشرب فيه ماءً رجاءً تناله دعاء سليمان عليه السلام أيها المسلمون هذه لماكن المقدسة لا ينبغي أن نتهاون فيها ولو بأقل ما نملكه من دعواتنا والبكاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاشمين نعم ليست هناك أمكرة إلا ثلاثة أماكن تغصد بالعبادة والزيارة أولاها المسجد الحرام كما ثبت في الصحيحين يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى والله سبحانه وتعالى فضل أجر الصلوات في هذه نماكن الثلاث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا تفضل عن ألف صلاة من غيرها وصلاة في المسجد الأقصى تفضل بخمسمائة صلاة وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمئة ألف صلاة وفي رواية ابن ماجه صلاة في مسجد هذا تفضل بخمسين ألف صلاة وصلاة في مسجد الأقصى تفضل بخمسين ألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمئة ألف صلاة واختلاف الروايات لا تؤثر على أفضلية وأهمية هذه الأمكنة المقدسة أيها المسلمون أين نحن من إعلانات الرئيس الأمريكي المعتوم الظالم الجائر الغاشم خالف كل العراف والقوانين الدولية والحقوق حيث أعلن القدس عاصمة لليهود من هم اليهود حتى يستحق هذه الأرض المقدسة؟ أليسوا هم قتلة الأنبياء والمرسلين؟ أليسوا هم الذين يسعون في الأرض فسادا؟ أليسوا هم الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى؟ وَقَالَ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ أَنَّا لَهُمْ وَبَأَيِّ مَنْطِقِ وَبَأَيِّ حَقٍّ مِنَ الْحُقُوقِ وَبَأَيِّ قَانُونٍ مِنَ الْقَوَانِينَ نحن نؤمن ونثق بوعد الله سبحانه وتعالى حيث قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولباثٍ شديدٍ فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً ثم رددنا لكم الكرة وأمددناكم بأموالٍ وبليل وجعلناكم أكثر نفيراً إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوجهكم وليدخلوا المسجد الحرام كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً بارك الله وليو لكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن ثم يساعدك برجاء النار ومن ثم ينزل الجهنان إنه في آزن ناصة الناس الثميهات ومن ثم يدخلو أن يحسنت بناء الآخرة ونفعنا لكم ترجمون هذا من الصبب وأكثر من الآخرة ذهب آخار ترجمة نانسي قنقر